اشتركوا في القناة يا حرام انت بتتعب قوي ده احنا بنتعب التعب ما بنشوفش اللحمة غير في الاجازات بس يا الخير بس يا الخير بس يا سمين بنت طنط جميلة طنط جميلة ميلا يا ويت بنت عمو ماما اه طنط جميلة والله وقبرت يا جميلة ياسمين اه ياسمين والله وقبرت يا سمين ودورت يا ده انا معرفتكيش بس ايه رأيك في ايه بالزبط اه لا اصلي يا سمين اصلي ايوه 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 اعيلا خلي البنات ياخدوا رحيتهم يلا طيما ياخدوه وحدة حيش وما تاخدوا رحيتكم يا جماعة يعني ده انا اخوك الصغير مميش حاجة معلش ما نشتعلها هتلمك وقتا طيب ايه بس هتجالكو تاني ايه بس بتين ايه مقدواتكو يا ماما ما تسيبيني مع البنات شوية انا حكلمك في البنات ايه رأيك عجبتك يا مين يا سمين يا سمين مين بنت تانتي جميلة تانتي جميلة مين لو كده عجبتك اتكلم لك مويتها واخطبها لك ايه هو ده انت عادي تخلص مني اوام اوام كده ايه يا حبيق مش عاوز اخلص منك ولا حاجة انا بس عاوز اتطمن عليك قبل ما موت بعد الشر عليك يا ماما غيل اعرف اللي انت بتقولي ده اولا بقول لك ايه اختك هتتجوز النهاردة واخوك بعد شهر هيتجوز وفضلش غيرك عاوز اتطمن عليكو بقى ايه رأيك في ايه اه في اسمين بنت تانتي جميلة ايه بص ايه في حاجات كويسة وفي حاجات كده مش غلابود هي عمتا كده بنت وقعة وقعة اه انت محلوية ليه بالقصة دي واجيبي بص ايه عارش بص في بنتك توقف علي من مش وقعة خش اشوف احكاية تواجه مش وقعة يا بنات ايه بنات ودي الكرافات يا ستي سلمة وحمره علشان ايه بتعملين ايش فيلم بسم الله ما شاء الله الله اكبر ربنا يحميك ويحروسك من العين يا ابني ويخليك لين يا ماما انت لزي الامر ايه دلعنا ايه وان طبعا دلع ونص كمان تعرف يا حسين انت الوحيد في اخواتك اللي طالع زي ابوك واخد هبته كده وطلته اه والله ربنا يجعلنا زيه في اخلاقه مايبقى الشكل بس يا ماما ومين قال انك مزيه في اخلاقه انت تربيت ده يا وان ماهي المصيبة ان انا تربيت ايديك يا ماما مصيبة ان انا ربتك يا وان ها لانك ربتين اصحة قوي في زي ما ما فيوش الله غلط كله شياطين بعد عنك كله شياطين اما تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وهو يحميك منه طب دا يمشي مع شياطين الجن هنعملي بقى في شياطين الانس اللي كل شيء يتوسويسلك توسويسلك 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 شر وسوق ويكفيك شر الشياطين يا رب امين يا رب العالمين الله يا لسه بسرتك لسه بسرتك طبعا انا قاعد مرمي في الوادي الجديد وانت قاعد هنا واخد كل الدعا وحشني اه وانت يا رايد اخبارك ايه جيت انت يا نقيب من الوادي الجديد من ساعتين الله مش فتكش يعني ما انا كنت هركان قوي دخلت نمت لسه صحي دلوقت وعد معنا كم يوم قول لي بقى يومين وراجع زي كل مرة فرح اخوك اخر الشهر لو ما حضرتوش حتبحك وبعدين الواحد ما بيغلطش ويتجاوز جل مرة واحدة في العمر لا ما تقلقش قدمت على مرضي وقعتنا ريبزك عشرين يوم اللي اقول لي انت ما عمدتش فرحك انت وسالما ليه مع شهندا وساه ايش حال ما كنوش اخوات زيكم ولا انتوا غنيو انتش احتاطونها وخلاص سالما يا سيدي اصرت قالتلك ده هي ليلة العمر اتبقى لي لها واحدة انا عايز يا ليلة الواحدة الله ما هي عندها حقيقني هي الواحدة بتتجاوز كم مرة مش كده ولا هي يا راق تمام يا مام تمام طب يا انا هاخد بقى البنات كلهم واسبقكوا عالقاة بنات ايه اللي تاخدهم يا صاحبات شادي وانت مال اخوة من صاحبات شادي ما انا قلت هتنقوم كلهم في العربية الصغيرة عشان نسابلك العربية الكبيرة يا عم انت وماما والأرسال تنقومهم في العربية الصغيرة انت يا سياد ان انا خاطر بالنسبة وروح اجيب خطبتي قطرحت الجبعة يا ليهما بتجي مع أخوة وهيتناي ليهي جهد العروس يا عروس يا ايّ ابني انا هاروح أجيبنا بعنى عند الكوفير وابعدين كني هنجلكوا هنا عشان نطلعوها بعد في الزفر الله أقول بناه يركبوا مع حسين في العربية الصغير اركبوا مع حسين فينا يا ماما اركبوا مع حسين فين يا ماما اري terre يركبوا تاكسو ولا يجو اجيو ماشي ما اخدو تاكسو ولا يجوا ماشي لا تاكسي ليه من انا موجود انا هتركب صاحبات اختك في تاكسي وتشاهطاتهم انت تفقد خالص خالص يا حسان ما يصحش البنات قاعدين مع اختك من الصبح نركبهم تاكسي ينفع ده لا ازاي اخدهم وروحنا خطبتها جيبها من عند الكفير وارجع اخد البنات امر الله اوعا يا حسان تعال هنا اهو لما انت حتموت على البنات ما تتجوز بقى وتخلصنا يا اخي تتجوز ايه ونيلة ايه مش الجواز ده محتاج من لغيه كان زماني قاعد بلاغي دلوقتي مع واحدة منهم عشان اتجوزها ادي كبه واسطي يا ابني يا حبيبي يا ابني يا حبيبي انت لسه صغير دلوقتي بكرا لما تكبر وتعجز هرعوض حد يقعد جنبي حد ياخد باله مني عشان لما يعديني اتباق مش ده اللي كنت هتقوليه اه وانا هخش لدوني عشان اخرج مني انتوا فاهمين اتجوزوا الواجب شاكلوا يا حسان هاد البنات دي لا لا علي العظم انت ايه ده بقى ان شاء الله انت لسه ماجستيش اجهزي بس يا معتز الفستان ده غالي قوي جبته ليه ليه ايه ايه مفيش حاجة تقدل عليك يا حبيبي لا بتكلم جدا يا معتز انت مرتبك مكفينا بالعافية لو جبته من فلوس مرتبك هنرجعه على فكرة اتطميني يا ستة جبته مكافأة خدتها من الشغل ارتاحتي يعني يوم ما تاخد مكافأة من الشغل بدل من حطها في قصات الشقق بتجيب لي بيها فستان يا معتز حرام عليك اتطميني انا ويرضنيش ان امراتي حقيت لتروح فرحة زي ده الا فستان جديد ربنا خليك لايه يا موازي يلا بقى لالفرح يفوتنا ولا نعد بطل بقى يلا روح يلبس بساعة ومكون جاهزة بص قدامك يا محمد يا ابني بص قدامك لو هنعمل حادثة كده انت تبص عليهم ليه عارف يا ماما ابنك حسين ده مبخت من يومي انت هتقولي ده اخويا وانا عارفاك كويس طبعا محزوز مش خضب اختي وليه بقى ما تقولش ان هي اللي محزوزة عشان مخطباله خلاص خلاص رياحوا نفسوكو هم الاثنين محزوزين نسيتون نسيتون الله الاغنية دي حلو قوي يا حسين نسيت نسيت فكر يا حسين لما رقصنا عليها انا وانت في عيد مغاد شهاندة من سنتين رقصنا هي نسية جهان وسنتين ميين وشهاندة ايه اصلا هو رمي بلا هتودينا في داية ده بتعرف ترقص يا حسين؟ ها؟ بتعرف ترقص؟ بيرقص حلو قوي لا والله والله هاي انا يا دوبك بفك الخط في الرقص يا سلمة جهان بتبالغ بس احسنم ربيها من وهي قد كده طبعا ها؟ لا 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 الرقص ده احساس وانت احلى حاجة فيك انه عندك احساس حلو قوي خصوصا من يرقص سلوك وكمان سلوك؟ اه 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 يعني انا بتبالغت مش بقول لي بتبالغت اه اه تبالغ ليه؟ انت كل حاجة دايما كده دايما بتبالغ دايما بتبالغ لا اه انت مش عارف ايه انت نفسك والله يا بختك بيه يا سلمة هم يا بختي فعل بلاحظة بقى كده هم نسيني خالص ايه يا حسام؟ ما لك قفلت القناية مرة واحدة كده ليه؟ انا سلحنا على طريق واربع كوتشات وحطة حديدة في الهوى محدش عارف بقى يعني الواحد لو لا قدر الله حصل حاجة يعني بقبرة قرآن في سره وبيعمل حاجة مفيدة وانت يا سلمة بعد اللي اسماتي مني يا انيسة جهان عايزة تكملي كملي مش عايزة كل شيء اسمها نصيبة بنت الناس ترخيرك يا جهان يا حسام يا ابن المحظوظة يا ولا بصوا قدامك هنعمل حدثة اه محظوظة 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 شكلك اخر مرة هتشوفها يلا يا رسل عيني يا عيني عيني على الولا يا اني اسمع مني البنات دول نعمة انت مفيش حاجة في دماغك دي يرسلت البنات يترحمنا يترحمهم طبعا مفيش في دماغي يرسلت البنات عايزنا نتكلم في هي والنبت ده هم دول اللي بيهونوا علينا العيشة طبعا ما كده ما تتجاوز انت كمان عايزنا تتجاوز هو الجواز بقى موضة لا بس الجواز ده سنة الحياة يعني حب استقرار أطفال صباح الخير يا حبيبي صباح الخير يا حبيبتي دلع دلع طبعا انا بتدلع من غير حاجة هو لازم اتجاوز يعني انا مبسوط وانا عايش كده زي النحلة وسط الوردة ده احلى ده ايه بلب الطموح لكله قرص ده هو كله قرص بس فيه عسل برضه مين دي؟ اتعرفش اول مرة شوف هتيجي النازل ايش داخل نازل هي يا بنت ده ده انتجام ده جامل احترمنا حاولت احترمها كتير بس هيا ما هوفكتش ما تيجي نحترمها اساور مين الود السائل ده؟ مين البت الجنب مين الود ده؟ ده هيسم يعني فرغة شبهك بالزبط اكيد ماما نحلى عشان تجيب العسل ده كله اتشكرين يا ماما ده احلى ده كام سيرتك يا فالب؟ لأ طالما جاب سيرتي بقى لازم يتراب ونح فيين انت بس؟ اروح ربيه اعلمه الادب ليه بقى؟ عشان اتعرف عليها لان ده فرصتي الوحيدة يا فالب اللي بياخده انتجارته اخسار انتش فهمك انت؟ انت مسكنك ده ليه؟ اوعا بقواسته الجاكل اوعا هنيف اموت انا واعيد السنة انتعيد ايه يا كابتن؟ بقولك ايه؟ ده نادي محترم واللي بتعمله ده مايصحش انت ان شاء الله رئيس مجلس قدرت النادي انت مال؟ انا مال ازاي؟ ده بنت خالتي موسيقى الحياة انا اللي قرب لها سيحته دمه صدق خفت خفت وتوترت وصدعت معاك حاجة للصداع ايه قد التقلي اللي انت فيه؟ ايه الواد التقيل ده؟ يلا حبيبي انا انا شلفتلك واشك طب والله العظيم فكرة برضه قصرة من زمان نفسي في التغيير ده انت دقيل بس تصدق حرنك عالقة ترينيلي عالقة؟ طب مدي يدك كده عشان قسما بالله بتيلفون واحدة معتك ورا الشمس هتكلم ميني يا ننوس ماما؟ هتكلم ماما اقترية تلحقك؟ امي؟ انا بقى هعرفك ان النوس ده هيعمل معك فيه؟ ايه حسن ما انا قلتلك خدوني على اخوانا؟ وجمان ليك عين تتكلم؟ هتقول ايه بعد اللي حصل يا محمد؟ ايه اللي حصل؟ ما انا سليم قدامك اهو؟ انا مش عارف الليها الاخبية دول جابوني على المستشفى ليه؟ خلاص يا محمد خلاص يا حسام يا حبيبي الحمد لله اللي جات على قد كده حصل خير؟ حقيقي منين الخير يا ماما؟ لفا انت بكرة يتحول للمستشفى الشرطة يعني محضر، يعني سين، يعني جيم، يعني الدخلية كلها هتعرف ان محمد بير هلالي عامل فيها فلانتينو وبيتخاني مع شوية عيال مراهقين عشان حيات تتبت اللي راح يتولغت واهلها سابلة على حل شعرها عيبي يا حسام، انا عمري ما سمعتك بتتكلم بالطريقة دي على حد وبعد ما تنساش انك لك احد يا ماما حضرتك مش فهم حاجة، لا فا انت ده اكيد حيجازة لانه لراعه هبت وظيفته، ولا مركزه، ولا الاسبلايتس اللي على كتافه وعمل رأسه برأس شوية مراهقين عشان حيات تتبت ما تسواش السلام عليكم السلام عليكم، اعمل اجلاتي الله يسلمك، انا تمام زي الفل مفيش حاجة انا اسفة جدا اللي حصل لهم مريح بسامة بسامة بي، هو انت بقى السامة في المشكلة دي كلها وانا والدها ايه لنوزان اللي هو هاني الباكوري مساعد اول وزير الدخلية اللي هو مين يا فدر؟ اللي هو هاني الباكوري مساعد اول وزير الدخلية انا ممساعدتك يا فندم، تشريفك لين يا فندم ده على راستي من فوق ما كانش فيه داعي ساعتك تتعب نفسك، وحرغني عن التعريف يا فندم مش محتاج تتعرف نفسك ولا يا ماما، انا بقى ساعتك انا الرائد حسامة الهنية يا فندم مكافحة التعريب واخو النقيب محمد الكبير وانا اللي بربيه وانا اللي معلمه كل حاجة يا فندم اهلا بيك سيادة الرائد اهلا بساعتك باشا ألف الحمد لله على السلامة يا ساعت المقيب في الحقيقة انا مش عارفة اشكرك ازاي على شهانتك والموقف النبيل اللي انت عملته مع بنتي ريهاني عايزك تشد حيلك بقى وقوم بالسلامة انا متشكر جدا يا فندم بس انا ما عملتش غير الواجة ولا يا حسام مش دالك انفود اعمله برضو طبعا طبعا الله و احنا ده دي سيمة فعاليتنا يا فندم الله و لو مخالش عمل كده ده انا كنت كسرت عظمك بيدي ده لست كنت بتقول ايه دلوقتي كنا عندنا اخوات بنات عندنا اخوات بنات يا فندم يا فندم مجيتكو عندنا دي دلوقتي لا على راسنا من فوق الله انتو شرفتونا ما تقولش كده حاجة ده اللي واجب ممكن اعمله انا و رهان بنتي مع النقيب محمد ولا ايه رأيك يا حسام به اللي تشوفه ساعتك اهو كان كفاية تليفون يا فندم يعني تليفون كفاية تعبناك يا بنتي والله معنا فرسي اطانت لا تعب على حاجة هايح الضبط اتنين ولا ثلاث اسابيع انا تحت امرك متشكر يا فندم انا الاضارة كده كده مديني عشرين يوم اجازة وعشر ايام كمان من عندي ليه يا فندم انت كتير فسكت انت لا كتير يا فندم كتير اوي طبعا ولا كتير ولا حاجة ده اللي واجب ممكن اعمله مع النقيب محمد يا فندم لو ساعتك عايز تعمل واجب فحضرتك انا فرحي اخر الشهر وتشريف القيمة على راسنا من فوق نمر اتنين بقى العشرة ايام طبعا محمد دول انا اولا بيه مساعتك انا عريس ودخل احلى جواز وهم دولي خمستاشر لهم بس يا عزيز ان شاء الله ان شاء الله يا حساب اشرب العصير ده بقى عشر ايه يرم عظمك كده واحمد ربنا بقى ان الحكاية جات على قد كده نشوف مستقبلنا بقى وشغلنا ما تلقيش كله حيبى تمام ان شاء الله انا مش هارفة انت مطلعتش ليه زي حسام اخوك وكل حاجه حسام نفسي نفسي كده تبطل الطيش اللي انت فيه ده وتهدى كده هوت وتشوف بنت الحلال اللي تهدي سرك كده وتلمك ان شاء الله يا ماما ربنا السحي ان شاء الله ان شاء الله طب عند اذنك بقى عشان انا هطلع اركب الاسم ايه ده في البتاع ده حربين ايديك يا محمد يا رب ورزقك ببنت الحلال الو ازايك اعمل ايدي الوقت انا تمام الحمد لله الحمد لله على سلامتك الله يسلامك شكرا على السباية لا متقولش كده انا مش عارفة اشكرك ازاي ان انت عملت عشاني وانا لسه عملت حاجة يا خبرة بيد وانت انا ويدي عمل حاجة كمال طبعا انا لسه عمل بلاي بالدرجة دي واكتر انت مش فهم ان اول ما شفتك حسيت بايه حسيت بايه حسيت ان انا مش شايف حد غيرك يا سلايو وان انا همونت اتكلم معيك واتعرف عليك عموما ان انا اول ما شفتك ارتحت لك وحسيت كأني عارفك من زوائي طب ايه بقى ايه ايه مش هشوفك ولا ايه مش لما تستريح شوية وتقوم بسلايو ايه دا ايه دا حيلك حيلك انت صدقتي ولا ايه دا انا كان ممكن افرتكوا بس انا عامل شويتين دول عشان نشوف طب اشوفك امتى بقى طيب خلاص انا هشوف كده وهارد عليك اوكي باي اوكي 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 انا ليه مش مصدق نفسي ان انا قاعد معيك وبنتكلم وعيني في عينك كده اوكي 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 انا حاول اصدقك انا فكرا انا من ساعة ما شفتك حاسس ان الدنيا بعد ما كان مداني طهرها ومخصماني رجعت تصالحني تانى اوكي اوكي انت حافظ كويس والله هو اللي قال هالي قال هالي كده بالذات اوكي عجبتي؟ اه اوكي طب اقول لك ايه انت احما ملي كنت مح turnout بها افلام عربي غري؟ القديم كمان افلام قديمة بالله هو اللي قال هالي غريه افلام قديمة طب تحبي مناسبة الافلام ا Neitherكي يجب يبعملَ قاولي ان انا بحبتك ذا مش شرط بقى الايش انا انا ثابت وليه ايه برده ده نادي شرطا خلينا بقى في الجد انا شايف ان انت معجبة دية جدا وحتموتي علي وصراحة وانا كمان فشايف ان احنا اختصر الطريق واكلم سيادت الله انت مغرور طبعيني فعيني كده بطل بقى بطل بقى بيما اكلم سيادت الله لا انا مش هخرج معاكم النهاردة ليه بقى كده هخرج مع ريهام 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 مين دي ريهام بتاعت النادي يلا اه اللي انت تشالفت عشانها سعيبت عليها قوي والله انت متخلف يلا اسمها تلتشت اه هي اللي تلتشت عشانها الله 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 الظاهر كده ان السنارة غمزت يا محمد باشي شكلها كده اه بس البنت دي مش بتاعت حوارات وشكلها محترمة مش بتاعت لفه ودوران وانت حد قالك انها هاخدها والف وادور بيها طبرا السيني مش عارف بفكر اخطوبها مش انت برضه اللي كنت بتاعتقول والله العزيم ما هتجاوز والله العزيم ما هرتبط فيه ايه يا سيد انا عيل ورجعت في كلامي انت مال اهلك يا سيد انا بتكلم بجد انا مش عايزك تتسرع عشان ما تندمش بعد كده وانا برضه بتكلم بجد بيت داخل ادماج وقعد بفكر فيها كتير وعايز اقولك على حاجة غير كل الزبال اللي انت عرفتني عليهم طب بقولك يا غور انت فده يا بقى دلوقت عشان هيه على ويتك يا الله هو انت ليه بحشاني قوي كده بقولك ايه هو انت عندك اكاونت على الفيسبوك فيسبوك اه فيسبوك ايه غريبة لا مش غريبة بس يعني انا راجل ما عنديش وقت للموضوع ده ابدا طب اعمل بقى اكاونت على الفيسبوك عشان هنعمل لك اي ده عندي واه طبعا هنعمل قد وحنعمل فيسبوك بس بعيد عن الفيسبوك هو انا مش هشوفك محمد طب انا هقفل دلوقت عشان بابدخل عليها اوكي بقى على الحسيات اللي هو هورا نفدايا طبعا مم مبروك يا حسامي الله يبارك منك افندت الله يبارك سعادتك انسى الشغل دلوقت بقى وتبسط مبروك يا عروسي مبروك يا عروسي تكلميني يا أموت وش هالف يلا بسلام يا بنتي خدوا عليك بالجوز يا يا رحيم مش فاهم والله تروحوا بترجعوا لنا بالف سلامة يا نور عيني اخلي بالك مني يا سامة ها عايزاكوا بقى اتقضوا كده هنيمون حلوة تنبستو المكان هناك يجنن خليجي بحالة انت اختمل كده مم انتو سبقتون وجربت مولوكو ايه بسم الله الرحمن الله يا عم انتو بعد تخطي من اولها ولا ايه انا حجزتلكو في نفس القوتيل وفي نفس القودة نفس القوتيل ماشي نفس القودة اللي اتاخد مراتك وتروح انتو نفس القودة اخبرك يلا كده برضو اقول لك ايه لمعاكزك يا معاك تعالي محمد ايه امك اه مراعيدي الهدنية اولا كلمان افكرتك خلاص احسمت النادي ورحمت خلاص 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 تمام اقول لك ايه او انت بعد هدد الفرح بتاكمال ايه هتعمل ايه او انت هتبدل رسل طول امك كده انا اعتبرها معمورية يا باشا بقى معمورية ستعيده يا باشا يلا اولا ايه يلا مش هتبدل بفيت الزحمة دي صلام على الصلاة والحمد عقبال عمدوكو جميع عقبال عمدوكو جميع شايك تحيي سيادة الليو تحيياتي بقى لسيادة الليوة ويقولينه ان انا بشكره جدا جدا على عشرة يامي ايهم دول السلام عليكم باي باي نورتين يا ريهام مش سيادة عندما منذ قهدرتك ايه يا ريهان ما بتاكليش ليه؟ انا عارفة ان الاكل مش عاجب بس هقولك اعملي نفسك بتاكلي عشان محدش ياخد باله لا خالص تسلم ايديكو بجد ما تاكل علصور نعم ليه مش اكلتك يعني بتاعت بصلي في اللقم ولا ايه يا حسين ما يتخليك في طبعك ايه يا محمد في ايه؟ لا حسين مخونة من الزمان يعني مش غريبة عليك ودي يا نيسر ريهان بقى خلصتي ولا نيسر فريسي؟ اهو المترا يرزل اوه انا اخر سنة قلصن اسباني اسباني؟ دي زي دعاء صاحباتك اللي بتتفارق معنا متشاطر يا المدريد دي دوتي الملوخية دعاء اصلي دي ماما اللي عملاها دعاء مين؟ ريهام ريهام مين؟ ريهام دي مساعد ريهام انا طبهم نعرفت انت وطرتيني دي دوتي الملوخية ريهام اصلي دي ماما اللي عملاها دي سلطة يا محمد مش عارس لقصة بقى في الليلة دي عايز اقولك احسن واحدة بتابع من ملوخية في مصر سلمة امراتي بس يا حبيبي بس مش احنا من ماما كده يا مسام؟ مش شاتر عليك انت متذكرش ابدا على فكرة ولادي دولة يموتوا في الهزار لازم تتعودي بقى على كده يلا كل يا ريهام ها كل ريهام كل من انا مش شافة دعاء اسبانيو كده اوه بس يا رونالد وريا المدريد قول يا الحمد كل من غير لف ولا دوران يا فندم احنا يشرفنا ونطلب ايد بنت معليك لعريسة ريهام لأخوي يا مقيم محمد حضرتها قلت ايه؟ ده شرف لينا جميعا وفي الحياة ما مش علاقي عريسة احسن من النقيب محمد فقده واخلاقه وشهامته عشان ادينه بنتي ريهام يا فندم ده شرف لينا احنا نلاقي فينا عروسة حلوة وبنتي ناس طيبين زي ريهام بنتك بصراحة بقى من يوم موقف النقيب محمد معريهام بنتي في النادي وانا بحبه كده للف لله من غير حتى ما شوفه شكرا يا فندم انا ما عملتش غالي الواجهة كلك شهامة يا حبيبي انا جوزي الله يرحمه كان شهيد من شهداء حرب اكتوبر والرئيس السادات ادباله نجمة سينة الحياة أولاده الاثنين محمد وحسام وارسين عنه الشهامة بسم الله يا ما شاء الله ما شاء الله ابن الوزة عوامة ايه يا عروسة سكتة ليه اقبل ايه السكوة علامة الردق ولا ايه انيسة ريهام شكلنا كده نبقى صحاب قوي يا ريهام انا كوالها سكت ربنا يديم المحبة بيننا ان شاء الله اللهم امين يا ربي طيب نخشك من موضوع ساعتك حضرتك تقولينا طلباتك واحنا تحت عمرك في الحقيقة انا ملياش طلبات انا بشتري الراجل لبنتي ريهام لا يا فندم برضو لازم تقوليني يا حاجة انا ملياش اي طلبات وما فيش فرق بيننا اللي تقدروا الجبو الجبو واحنا نكمل الباق يا حاجة صدقيني الحاجات دي كلها شكليات ايه يا جماعة احنا مش هنشرب الشربات ولا ايه يا سلام حالي قبل الشربات يا مدام ساعة البشر اللي توكل على الله اللي يا رب فتحة يلا على البركة بسم الله بسم الله نعم ادخل خير يا فندم في خبر مش كويس استلازم اقوله لك في هي فندم حكالها التيني في أفراد ما يقولون اقتحهم الياخت اللي فيه المقدم حسان وزوجة سلمة واعتدوا عليهم الضربة أمتى حصلنا؟ مهاردة الصبح طبو حسان كويس حسان دلوقتي في العناء المركزة في مستشفى في غربها طبو حسان سلمة سلمة تعيش انت شده هيلك محمد اشتركوا في القناة للاسف المرام قدتنا خلصانة مرحناشنا بالها حاجة وماتت هي وجينين اللي بطمها هيك اتحمل وضعه سيء أنقذوا في لقت المناسب الحمد لله انكتب له ممر جديد يعني حالتها تتحسن ان شاء الله؟ ان شاء الله يا ابنه لازم يكون فيه أمل ادعيله ادعيله محمد الله السلامة محمد بيه الله يسلامه أنا نقيب إهاب هيبة من غافر السواحل ايه اللي حصل؟ في الحقيقة احنا قلت لنا اشرت استغاسة من ياخت فارض البحر وحددناها كانوا من خلال جي بي اس ألف مبروك علينا يا كبير اجده جابر ومحروس يرتاحوا ودمهم يبردوا في تربتهم المهم حشوبك ميتة متعوقش علي يا ابوي وعليكم السلام اي وقت ميل وسقيني يا ودعمي ميل وسقيني ايه كتابة تخسر ايه دي اوطا ما بتعرفش تيره املك 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 ميل وسقيني انا مش عشانة يا ودعمي حفا كرويني ميل وسقيني يا ودعمي ميل وسقيني يا سلام عليك يا سيدي الناس لما بتيبقى رايق طب فرحنا معاك وقلنا فيه ايه الكلب الزابط اللي كان فاكر نفسه يا ماهنا ويا ماهناك ونقطت لنا في كل عملية واخر المتم استجرى وبد يده وقتل اخوي يا جابر كان لازم نجيبه خبره صح صح وعملته في ايه ولا حاجة طبفحنا له ماراتو وبعد استطامük قتلناه ورمينا جتته للسمك يستاهل قتلِ الجتلا دي ايوا يستاهل يستاهل الله يرحمه تقول ايه انا قطي اقول الله يرحمه غرفي داي مىvt مية وسقيني لا تaniIA تاني يا واد يا واد يا واد يعيي كغرضي سني وانا بالهوات يا واد يا واد يا واد miniature يا والد من صغر ذاتي وانا بالحاول وانا بالحاول محمد! 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 بدي! بدي فين؟ سلمة فين يا محمد؟ انطق يا محمد! سلمة فين؟ ما تنتق بدي فين؟ انطق! زوز! ايه رأيك في شائتنا الجديدة؟ شكلها والشاه يبقى حلو عليناك يلا هاملك الغداء؟ لا هاي بتميش نفسي ايه مالك؟ انا جيت بس عشان اقول لك حضر ليش همت عشان لازم امشي عطوال حضر لك شانت انت رايح فين؟ وفيش هاي بتصل؟ اسلي ايه معتز في ايه؟ حسن مسلم مالهم؟ نسطلوا علي مهمة في الغداء او ضربوها؟ هاي؟ طب حصل لوني؟ بس انت رلالي مركزها وصمت عيش انتي؟ لا هرون خطينا بالله من اللي ويني لي رزوان سيكون هناك اشتركوا في القناة المترجم للقناة 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنا هابت هنا هابت مع سلمة تفكرني مجنون صح؟ أخوك مجنون صحيحة أخوك مجنينش أخوك مجنون صحيحة وأنت روحها سامع صوتها تندقلي جوا أخوك مجنون صحيحة 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 أميش أنت ولالا أنادمين عرفتش عن اللي حاجة والله العليه العظيم أسمع عني أسمع عني أسمع عني أسلمة والله والله أسمع عني يا حفة أسمع عن عني أسمع عني أسمع عن وجنون صح tucked اشتريت في وصان الخطوبة ورتبت كل حاجة وعزمت كل صحابي اقول لهم انا ايه بقى دلوقتي اقول لهم ايه حاجة انت بتحبنيش عشان انت لو كنت بتحبني عمرك ما كنت هتطلع شكل يزيفت قدام صحابي كده يا رحمة ده بدا ما تقف جنبي في الظروف اللي احنا فيها دي يا محمد الحقيق ابقى من الميت وانا قلت لك اللي عندي بقى وانت حار سلام قديني حكيت لساعدتك على كل اللي حصل انبارا والكلام اللي هي قيلته لو انا غلطان في حاجة حضرتك اقول لي صراحة يا محمد انت عداك العيب بنتي هي اللي غلطانة طبعا غلطان تزعلش يا حبيبي هي كلازم طبعا تقدر الظروف اللي انتو فيها وبعدين بقى خلاص احنا بقينا قابل يعني اللي يزعلكو 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 واللي يفرحكو يفرحكو طبعا يا طانت وانا لو مش بحب لي ها ما كنتش جيتلكو وكنت اتصرفت من دماغي انا مش عايزك تزعل منها يا محمد لان برضو مهما كان البنت لسه صغيرة وما تفهمش في الحاجات دي معلش يا حبيبي انا حاوض معا وافهمها كل حاجة انا مش متشكر علي اذنكو بتاعتك تغمرني باي حاجة لا متشكر ايو يا حبيبي بس طميني حسام اخباره ايه دلوقتي والله يا فنزم مش عارف قول لحضرتك ايه ربنا يصبروا على اللي هو فيه علي اذن حضرتك اشتركوا في القناة ايه يا محمد اعنيك على اخوك مش عايز يتهور ويبوز العملية انا وفقت طلعه عشان ظروفه بس متيلاش يا فنزم حسام مهما حصل برضو ظابط عنده خبرة وعرف حدوده كويس ماشي سعني بطمنا احنا كلنا جندا ماشي 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 محصلة ماشي 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 ماش آه، بس يا خسارة، اللما دي مش هتكمل اصل شريها انت عبانا شوية مش هتقدر تيجي معانا يا محسن الصدق ها 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 نتلي كمان مش هتقدر تيجي لأن عندها إنتروفيون، نهاردة في تلفزيون طب خلاص بك نأجلها البعدي مين ده؟ انا لسه بقولك يا محسن الصدق تقوليلي كده المهم انت تبي جاهزة انت يعني كمان ساعة كدر تحب اجيلك على فيه ما تجيلي شائعة المهندسين ونخلص ما تختيش يا ساعة عبدال لا لا انت فهمت ايه انا قصد تعالي شائعة المهندسين نتقابل وننزل ناكل في ايه رسطوع طب خلاص تعالي بعد ساعة المزلقان بر عناي واموري تعيش يا ساعة عبدال طب يلا بقى يلا عشان الحى اجهز وما تأخرش باي باي يا ساعة عبدال ناوي عليها صبوحة هتستفردي بالراجل لا يا اختي مش عايزة استفرد بالراجل هستفرد بيه ليه انا بس عارفة اني كنتي بتحب تخرجي مع قطيبك يوم الجمع بتحب تخرج وساوا ساوا كدر فقلت يعني اسيبك يا حبيبتي عشان تبقي براحة ما انت عارفة يا خالتي ان انا والواد هاني متخنقنه ومش هنزل معاه ليه متخنقه معاه ليه ده الواد طيب وحدة سكرة ودمه شربات ايوة دمه شربات على قلبي وبعدين يا اختي ما انتو ما بتتخنقه وترجعه وتستنحوا الداني ما فيهاش حاجة شوفتي اهو جبن الله ابن الغال يا حبيبتي اقولينو مش موجود يا خالتي لا يا بيت ازاي عايزاني اجذب يا نوشا يا حبيبي انا جاي افتحلك اهو عايزاني اجذب يا شريهان اخسى عليك حضري يا حبيبي جيان اهلا وسهلا ايه النور ده كله ازايك يا نوشا وحشتيني يا حبيبي يا ختي ايه الجمال اللي انت فيه ده النهاردة منور يا حبيبي خير يا خالتي مالك مفيش يا حبيبي بتطمن عليك هو انت مش زي اخوي السغنن وبعدين ايه الترينج الحلو ده انت مش حرن؟ هو فيه يا خالتي فيه رز بلابن يا حبيبي تحب اجيبلك يتاري على قلبك اه لا بقولوكوا ايه الكلام ده ما يمشيش معايا مش هاني الدبدوب اللي تكلمو بالطريقة دي عايزين تفدوها سيرة ادوني يا حبيبتي شبكاتي والاقصات بتاعت الجامعية سبع شهور على دار الماليم اقصات جامعية يا معافن هو احنا من يوم ما شوفنا خلقتك شوفنا منك لابيد ولا سود كتاكسيتين نيلة ايوة كده اثبوتي انا ابتدي تقلق خلص يا خالتي عايزي ايض يا هاني؟ طيب اسبكوا براحتكوا بقى ها؟ وانت يا حبيبي تخلت إفريدي وشك شوية إدهي الوات شوية حنية وانت يا نوشة ما تنساش بقى تسلم لي علامك أصلها وحشانة يا معسلي قوي يا باطاتا هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها هيا خلتك رفع حاجة ولا ايه يا غزال مالك حرنان عليه كده انا اصلا مش موجودة يا هاني انا فمشواها طب ما تتأخرش بقى عشان أنا قاعد مستنيك ايه؟ فيها يا بيت؟ بقلي اسبوع بكلمك في التليفون ما بتردش ليه؟ انت ازاي يد يا هاني يا معفن تسيبني وقفة في الشارع وكمان وانا لابسة ببرتقانة ايه ده؟ وانت ما كنتش راجبة جنبي في الموتسكل؟ لا والله ما خدتش بالي خالص اه طب والبوكس اللي بدته لي ببطني؟ البوكس ده محبة وغلاوة دي غباوة شو شو؟ انا جاي عشان اصالحك وافسحك واخرجك من المود اللي انت في ده ومين قالك اصلا ان انا هنزل معاك؟ ليه؟ ما عنديش كرامة؟ ماشي يا شو شو براحتك ألغي بقى مع الوادي اللي كان هيوديننا الديرين بارك ده محط امك يا هاني؟ انت كنت هتوديني الديرين بارك؟ اه وتركبني الدودة والمنخل؟ دودة ايه وانا موديك جنانة الفوسدط وولك الديرين بارك او عياضي هاني يكون اصدق الملايك الكبير دي اللي بنشوفها من عالدقاري ايوهي يا دي اللي فيها الرجل المدورة بنضارة دي بقول دوبي تعالوا بنا يلا احنا يا وش الله اه بس ما فيش اللي هنروح انا وانت بس ماشي هتيجي ولا لسه كرام تكناحة عليكي؟ مين قالك اصلا ان انا عندي كرامة؟ مفيش كرامة وفي الملايك هاني هاني خمس دقايق بالزبط هكون موجودة اه بس وحات ابوك اخد البلوزة دي دوسلي عليها شوية مين عناية؟ دوبي تعالوا بنا يلا احنا وش الله نوعودن السلات شو شو ها يا البلوزة دي مكم كما ليه كده انت كنت نشراها في الحمام؟ انا مغسلتهاش اصلا يا هاني وبعدين مالك فاضلها لبسيتين وبعد كده خسلها دوس انت بس عليها كويس دوس بسيتين وبتكوية ليه اصلا؟ بسلحري هلو ايه يا حبيبتي فيه ايه؟ ما تليش you so me هتاخد منك أنتك الشين عشان نقط براحتنا بس مش只 اه طيب خد ش checkout وخودي ديك ملح صندنا حرار لا لا كيفية الشيل لا ما تخافشي أنا سفر نفسي من تحت خودي يا حبيبتي خودي شكرا بس والنبي يختي حزبي عليها لتكسر الصراحة بيها فرح بكرة صحيح نصير خير مستر عبد الله نصير خير ازاي نصير خير يا هنم أهلا وسهل نورتونا نصير تحب حضرتك تقعد سموكينج ولا نو سموكينج سبني أسأل الهانم سموكينج ولا نو سموكينج السموكين ده حتدخاني اه انا بحب أشرب مع عز عندكو أص نو سموكينج بليز اتفضل اتفضل اهانم بلحب متشكل مولتيش ايه رايك في المكان حلوة قاوش مش بطار بس المزيكة يا أخويا جايبالي كرشة نفس وقلبة معدتي مفيش حاجة فرايحي كده فرايحي ها هخليه بيضربولك حالا فرتكة فرتكة ها 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 فضاري فضر فضر شكرا والنبي اسا عبدالله تتجيني الملح الشربة بلد وما فيهاش لملح ولا فلفل ولا فيها طعم ولا فيها شربة استني دي مش شربة دي عشان نقصد يدينا مش أكتر ايه نحسن يدينا انا قلت كده برضو اقول مالو اجينا غسلنا جوفنا ايه جوفنا اه بشكه بسي انا بشكرك على بلده وتلعش ديش نوارتيني قطعين يستسابده قطعين يستسابده اوكي شكرا 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 اه انت بتعملي ايه ايه بطغرغر هو مش ده غسول غسول ده نبيت نبيت اه لا انا مبشفش النبيت عندكو قوزو لا مفيش هو مالو قلي بسحنيته كده ليه ده المثل بيقول لقيني ولا تغديني احنا مش مفهود في مطعم مفهود ايه ده انت بتبرتم تقول ايه لا انا سمعاك وممكن اقوم لك انت متعرفنيش صباح لا بقولك ايه بقى انا تخنق المكان ده ريحه مش خفيف على قلبي قوم ياسي عبدالله نروح مكان تاني يا اخوي انا مش مستريحة هنا حاضر انا هواديكي مكان طحفة والحصن الحظ لزق في شقة المهندسين لا احنا مش رايحين لزق في شقة المهندسين مش رايحين المهندسين خالص احنا رايحين مكان تاني مش انت عايز تتعشك خلاص سيبلي نفسك وانا مش هخليك تاني اخرت حضاكت من مينا وكان عليها حمولة زيادة معنا كده ان انتو ماتبعتوش قواعد الامان يا استاذ سامح يا استاذ سامح يا استاذ سامح كل المعلومات اللي عنده حضرتك معلومات مغلوطة وبعدين انا مش فاهم ازاي شركة تأمين كبيرة زي حضرتك لا هي كبيرة انا محبوم جد واسمهم زي الطبل في السوق لا هي زي الطبل اه يعني مفيش كلام ازاي يعتمدوا على معلومات مغلوطة ومشكوك في صحتها للدرجات كل الكلام ده مش غير حاجة من الموضوع طب انا مش هتكلم عبدالله بيه هو اللي هيقولك الحقيقة اتفضل افان انا او الصرف طيب شوف يا سيد وايل سامح سامح سامحة السوري شوف يا سيد وايل انا على خاصلك الموضوع في القادي هو الراجل الكبطان طلعب المركب قال دعاء الصفر سامله حاطت بنزين شاف بنزينه شاف مويته شاف زيته شاف فلاته كله تمام وهو ماشي في عرض البحر زي الفل طلع له بلا تبتحرام بجيتسكي وصيني ومش مترخص يا فانس ومش مترخص تمام عادي يزوله في البحر كسر عليه يطيار الورد يطيار نوح طلعه طلعه من بلتك جوركين فداه في الثانية لقى جبل جليدي قدامه راح الداخل في الجبل الجليدي قسم المركب نصين وغرق زين تايتانيك و تايتانيك كان لحد حاسبهم والفيلم يكسر الدنيا و جاب فلوس قد كده تعرف جاب فلوس قدك؟ تايتانيك فتايتانيك ومع ذلك يا سيدي مسألة بمتاع البساطة يعني الحمد لله رب العالمين زي ما بيتقالي إنها جاد في الساج وجاد في شوية فلوس علينا و عليك مش أكتر يعني اللي حضرك بتغيدي يا أستاذ عبدالله أستاذ عبدالله تفضل أهو أهو إيه الملف اللي بيسبت صحة تكلنا مليون في المية تفضل يا فان تفضل من؟ يا سامح بيه إحنا شركة كبيرة شركة عريقة تمام إحنا نعيدي التحيييب بس من وجهة نظرنا الشخصية المسؤولة لحدتك يا أستاذ عبدالله لا معلش يا باشر ثانية واحدة مستر عبدالله ملوش أي علاقة بالموضوع ده أشتر وأمهر موظف عندي اسبع منها واستفادت مستر مونير هو المسؤول أنا؟ أيوة انت يا شيخ حاسب يا الله ونعمة الوكيل فيك يا شيخ حرام عليك بقى إيه كتب ده مش دي الشحنة اللي طلعناها وغرقت بالمركب اللي فيها وأنا حذرتك بدل مرة ثلاثة فاكر لما كانت المجاري طفحة في قطك عادت قولك خللي بالك الحمولة زيادة المركب هتغير قلتلي ملكيش دعوة خليك في نفسك بتكلم على موضوع تاني خالص يا فندم باخيرة بتاعتي السويد يا عبدالله بيه فاكرها باخيرة بتاعت السويد لا دي جاءت بسؤوليتنا واحنا تحملنا كافة المصاريف لا لا بتاعت السويد لا سويد ايه انا مش بتكلم عن السويدة بتكلم عن المركب اللي تلعت من قطاليا للصيد اللي كان رقامها ربعمية ربعة واربعين على ألف بهته صح؟ دي واحدة مجنونة جميلة يسترزق في الشركة مجنونة طب انا هوريك بقى الجنان اللي على أصل عشان يا كنت متأكدة ان انت هتعمل مكيدة في عمو عبدالله تفضل يا باشا ادي نسخة من المستندات اللي تثبت كلامي ده تفضل عام 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 ده انا هوريلك ايرعيت بقى يا عامو انا عايزك تحمد ربنا ان انا جيتلك في الوقت المناسب انقذك من ميستر فلايت الشريف ها لأيه نح الي الشيخ الله يخرب بيتك شريف اسيف في ايه؟ بكلمك كثير ما بتردش علي وإيه حكاية دقنك دي؟ فيه إيه مالك؟ ما فيش حاجة كتك كنت محتاج أعود الواحد في البيت عشان بشتغل على المشروع التخرج بتاعك انت عارف عايز أعود عليه بروانة حتى اللابتوب بتاعك سيف سيف مال بوقك فيه إيه؟ انت بتجدب تخدت بالك؟ طبعاً عنيك فضحتك إزاي قصة قامش بصصلك؟ سيف فيه إيه مالك حكيلي؟ تحس إن المخنوق مكتف إيه اللي مكتفك؟ إيه اللي مكتفك؟ إيه اللي مكتفني يا شريف؟ بتخش عاية بتقولي كلام قديم وأنا بك جرجر وأنت عرفتني أنا على شعراية ماشي إيه اللي إنت لابسه ده الشريف؟ ماشي لي هايقول يا شريف وبادلة بترولي؟ معلش خلاص إنسى البادلة وبركز معايا دلوقتي طيق إيه؟ فيه إيه اللي وجعك؟ احكيلي أنا صاحبك وفيش حد في الدنيا يعرف مشاكلك غيري قولي إيه اللي وجعك؟ إيه اللي دايس على مشاعرك قوي كده؟ نيلي كنت متأكد قلتلك مئة مرة احذر البنت دي احذر البنت دي انت تستعبت أنا أنت ما يطوليش حاجة انت قلتلي مش وراء البنت دي جامدة طيب ما هي جامدة فعلا ما تغيرش الموضوع إيه المشكلة؟ نيلي خانتني يا شريف شت خانتني داست على مشاعري وأحاسيسي عشان توصل لغرضها الدنيئ معلش وبعدين وبعدين بقول لك خانتني يا شريف انت عرف البنت دي عملت ايه؟ دغلت على الكمبيوتر بتاعي وطلعت صور ياسمينة وفضحيتنا شايرتها للدنيا كلها بنتي مش طبيعية يا ابني بتعرف عملت ايه؟ ايه؟ ما بتردش عليا في التليفون انا مايتردش عليا في التليفون يا شريف انا مايتردش عليا ما تظلمهاش انت تعرف حاجة؟ انت في ايه؟ والدها مال والدها؟ انت اعترف اكيدش في حاجة بمر بظروف صعبة جدا ايوة اعترف انت بيمر بايه؟ قول يا شريف قول ما تواغبشنيش يا اخي بس بقولك ايه ما تجنش ربشاي انبطل عبط بقى في الحدة دقيقة دي لو مش عارف اتكلم معاك ما انت يا شريف بقى نعم بقولك انا بشوف البدلة البترولي دي بحس ان انا حسن سدق ارجوك يا شريف ارجوك ارجوك كف على ايه ارخامني يا اخي ماشي تتعالنا كلمة المباحة عايز ايه تشرب ايه؟ ايه ايه حاجة بريل لو فيه بيخرب بيتي البريل اللي انت بتجربه بقى ويقعد بقى حبيب مبارك ايه؟ ولا اسبوع يعني مام يعني ما ردتش عليك تعال ايه شريف هو ايه اختي اللي احنا بنتفرج عليه ده؟ بيتش يا نيل حولي هاتينا الابداء ده مسلسط توركي حلوة او انا بحب اتفرج عليه يالا شوفي اخت البيت نيلي من فضلك وط التلفزيون يا جماعة احنا في مصيبة احوز اتكلم معاكم شوية عشان نشوف حل المصيبة دي ايه ايه بقولوكم احنا في مصيبة عوزين نقعد مع بعض نشوف حل المصيبة دي عرفنا ان في مصيبة بس لازم نقعد دلوقتي يعني؟ اه اوكي الحقيقة انا اسف اللي هقوله دلوقتي بس ادا مضطر بصراحة المركب اللي غرقت سببتلي مشاكل كتير قوي منها ان انا بقيت مديون بحوالي مئة مليون جنيه ويمكن اكتر يلا مئة مليون جنيه؟ ما شاء الله انتوا اغنية قوي كده؟ كنا كنا اغنية قوي كده دلوقتي اللي حصل حصل فانا مضطرة بيح حاجات كتير قوي منها الفيلا اللي احنا عايشين فيها ديت وهنضطر ان نقعد في الدوبلكس بتاعة زايد واسعة واتسعة من الحبايب مليون مستر عبدالله ايوة شاءة زايد اول حاجة هتباعة اه طيب احنا هنضطر ان نعيش في شاءة الزمالك لطيفة وبتطل على مستر عبدالله ايوة شاءة الزمالك بح اه اوكي طيب احنا هننعيش في شاءة المنيرة برضو كويسة وناس ينك طيبين قوي مستر عبدالله شاءة المنيرة فانياخد طيب احنا هنعيش تحت كبري الدقي وربيه من وسط البلد وضل برضو هناك عشان بس مستر مونير يرتاح هعيش فين؟ المشكلة مش انك تعيش فين يا مستر عبدالله المشكلة انك بعد ما تبيع كل الأملاك اللي عندك برضو هيفضل عليك فلوس ولو ما سدتهاش انا اسف يعني انا اسف هتتحبس بعد الشر عليه تفي من بقك يا استاذ باتريك يا ياسي عبدالله ما تخافش ان شاء الله يا اخويا مفيش حبس ولا حاجة خد خد كل سيكتي اهي حتى شبكتي كمان خدها اهي برضو تفك زنق ده العشم برضو صباح خلي شبكتك معاك عمو انا كمان عندي دفتر توفير فيه ارشين كويسين ينفع وفيه برضو سلسلة وحلقين فيه ايه ماما ما ينفعش ايه ده؟ ما ينفعش لو حدتك يعني حابب تاخدهم يعني مشاكرا بنت شايلك لعوزة طيب اه لمعخزة يا جماعة يعني في حد ما عفكت عشرين؟ عشان ايه؟ اصلا انا والله عم عبدالله معايا عشرين جنيه بس هي والله فيعني اكيد مش هتخدها كلها يعني خد خمستاشر وانا خمسة او اقول لك خد عشرة وانا عشرة عشان اكيد الموصلات برضو احنا راجعين فابقى محتاج فلوس فيك تراح لطيف برضو اتفضل رجع لعشرين جنيه المحفظة لا ما يصحش عم عبدالله رجعها طيب رب انا الكلمك يا رب مام انا كنته تمامك مام مام بليز رجل بيكلمة مام مام تحشنا قوي ايه ده؟ انت كلكم بتبصولي كده ليه؟ بابي مي جونري نو واي ايه الجونري ده يا سي عبدال؟ الكلة اه طب وبعدين يا سي عبدو هتامل ايه يا اخويا بعد ما الكل تخلى عنك؟ ولا اهمك يا صباح انا كنت محضر خطة بديلة انا هاهرب بكرة الساعة عشرة بالليل هنزل انا ونيلي وشاريهان وهاني من الفيلا ناخد العربية ونطلع على اسكندرية بس لازم يكون هناك قبل الساعة واحدة بالليل عشان هلحق المركب اللي هتطلعني على ابرص بادرة روح يا صاريس او ماي جود ايه الزحمة دي؟ ده كمين كمين؟ طب هنعمل ايه؟ بقولك يلف وارجعي احنا مش هينفع نفضل مستنين في الطبور هنتأخر على معايد المركب طب بصوا مسلوا انكوا عيانين وأنا هتصرف مين دول اللي عيانين هتودينا في داهية؟ مسلي ما بتعرفيش تمسلي؟ انا كنت شاطر قوي في التمثيل في المدرسة هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ مش هينفع مش هينفع ششت اسكت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ بس اسكت ايه ده ايه ده ايه؟ تتعمل ايه يا أستاذ؟ لو سمحت افتح اللاجنة بسرعة معايا حالة طرقة حالة طرقة يعني ايه؟ معايا اتنين متخلفين لازم يروحوا مستشفر مجانين دلوقتي متخلفين؟ متقربش متقربش هيعدوك يعدوني يعني ايه؟ اتبعك بطاعة يا لا؟ ايه ايه معايا بطاعة يا باشا بس اردع الولد بس واطلعلك البطاعة على طول اه تب انزولولي بقى كلوكو يلا لو ما فتحتش اللاجنة دلوقتي مش هيحصل لك كويس يعني ايه مش هيحصل لك كويس؟ تعايا ابني لزال الناس دي كلها لا 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 بقولك ايه؟ انت متزعقليش وتكلمني بالطريقة دي انت متعرفش انا مين؟ هتكوني مين يعني؟ انا بقى هعرفك انا مين وبنت مين؟ بابي 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 اتفضل قلهم مين حضرتك بابي السندودة اتعالي حسن بي اتعالي كنت جايبه اهام الله ارحمه حتة من جياز يا ايه نعم يعني مش غالية بس هاو والفلوس اللي جوا دي الفلوس دي انا معرفش عنها حاجة باش حسن بي احنا قاسفين مضطر او ابدا ليك بتتبلعوا لحسن يا ضلالي يا اكل الكل لا احترم نفسك واعرف انت بتتكلم مع مين انت روح المحترم مش واحد ضلالي وابن ستين كل ليه؟ هو اللي يقول الحق في الزمن دا يبقى ضلالي ولا انت اخوك فاكرانها سبه لا لا وعايزين تقومه على وش الفتة يا باشا انا متمثل بحقي وعايزة احوالله التحقيق راعي زروفه يا اخي انت شئت على اخوك ودخلته السجل يا باشا هو انا اتبليت عليها باشا مش هو اللي كان مزبط معاهم ومقارتصنا كلنا بقول لي سيادتك انا شيخوا بعيني دي هو بياخد الشنطة من منصور قبل العملية حسام الهلالي عشرة افزابس المدرية يا الان وانت عارف كده كويس يا حاجة دي الصورة اللي كان رسمها لنا يا باشا انما في الحقيقة انه فاشل ومعندوش ولا زنة ولا ضميين انت اللي فاشل ومعندوش كان سابت اصراف اصراف ما تزعلش نفسك يا محمد ان شاء الله شدة وتزول طيب ايه الحل لحضرتك مفيش قدامنا قرئننا نستنى ونشوف القضية هتوصلنا لإيه والله يا ابني انا متأكدة ان حسان بريم وان شاء الله ربنا هيزهر برقته ان شاء الله يا محمد بس انت سبع على الله ما تدقيش نفسك خالص ان شاء الله وحضرتك ما تعرفش تعمل حاجة تساعد بيه حسان في الموضوع ده تعرف يا محمد انا مركزي حساس قدية والدخلية طول عمرها في القضائلة زي دي بتقف على الحياة والقضاء مدني على البراهين والاسبتات وبيحكم بالأوراق اللي قدامه وانا لو بيدي قدر اعمل اي حاجة مش هتأخر طبعاً مفهوم مفهوم ربنا يقدم اللي في الخير معتز صحيح كان السوير بس كان كبير بأخلاق وطيبة قلبه قريتنا نلمده ولا عايش ماذا شر عليك يا حبي 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 ماذا شر عليك؟ هاعيش ازاي من المشوف وابلس مع صوته ربنا يصبرك ويصبرنا يمك تعال يا ملك تعال يا ملك يا حبيبتي من النهاردة انتوا في كفلتي وتروح تجيبي صوتتك وتمتعيش معايا متشكرين يا حاج بس مش هينفع ايه داني مش هينفع ملك دي بنت ابني يعني حفلتي يعني لازم تتربى في حضن قدها اتدفى بيه وتتدفى بيه انا بسمعش ابدا انكم تعيشوا واحدكم بس يا حاج احنا مش عايشين لو عاد انا بتخافش احنا عايشين مع امامتي واخوي ما ينفعش اسبهم لوحدهم وبعدين اي وقت حضرتك عايز مانا اك هجبهنك على عناية على عناية انكم تعيشوا بعيدة عني ربنا نخليك لينا يا حاج بس صدقني كده احسن برضه عشان مونير وبرده يبقى عادين براحتهم في البيت بدلا من يبقى عادين في البعض براحتك يا بنت يا حبيبتي احسن لازم تعرفي ان البيت هنا بيتكو وبابو مافتح لكو باستمرار انا تحرمش منك يا حاج خد يا حبيبتي ايه دا يا حاج لحاقك وحاق بنتك ويوعي ايه ووعي ترفضي فلوس اديها لك بس كفايا اتحرمت منك كما انا عايزة تحرميني اني هتكفي ببنتك لا والنبي يا حاج والنبي ما تعد لبسك ما تشكل يا حاج واي حاجة تعزوها انا تحت امركم ولا ولا عايزاني لما اروح لما اروح اقاب المعتزة لايز اعلم منك ما يا حاجة ما تقولش كده ما تقولش كده وبناء على ما قد سلم فاني اطالب سيادتكم ببراءة موكلة من التهمة المنصوبة اليكم خلاص يا استاذة خلصت مرافقتك في كلمة اخيرة بس تسمح سيادتك ان اقولها اتفضلي هي مش متعلقة بالقانون لكن مهمة القانون دايما بيحكم بظاهر المستندات لكن روح القانون دايما بتبحث عن العدالة فيما كانت حتى لو فيه ادلة وشهود وكتير من القضايا كان فيها ادلة دامغة على الادانة لكن في الاخر استقرد امير المحكمة على العكس ذلك سيادة العاضي انا بعترض دي محاولة للتأثير على هيئة المحكمة الموقرة الاطراض مرفوض فضالي كميلي يا استاذة كل اللي عايز اقوله سيادتك ان الموكلي كان طول عمره حسن السر والسلوك والكل بيشهد له بذلك ده غيره انه ضابط مسؤول عن تنفيذ القانون ولو كتير من الاعداء اللي بيتمنوا انهم يلفقوا له قضية عشان يخلصوا منه فمش معقول ان احنا نساهم معهم في ظلم ونشوه سمعته اللي عمرها ما تمثت بسهو لذا اطالب من هيئة المحكمة الموقرة بالرقفة مع موكلي وتطبيق روح القانون وليس تطبيق القانون نفسه وشكرا الحكم بعد المداولة احكمة ماتيباش يا عشان ان شاء الله مرحب ماتيباش ان شاء الله ماتيباش يا نجيبي ده الدم عمره وهيبقى مية جازدك ايه يا عاد؟ جازدة انك تخفي علينا شوية انت يا ابوك واخواتك لحسن احنا خلاص هنطج ما تطجوا ولا عالم افخلكوا مركبوا وليك ده بس يا بت الناس ده احنا مه مكان بناتعم ولا ممكن ناكلوا في بعضك ده ده بدل ما تجفي في ظهرنا وبعدين احنا بنطالب بحق ابونا واخواتنا في الارض ما احناش طالبين منيكم حسنة وانا ايه دخلني روحوا لابويا وقلولو ما انت عارفة اننا بعثنا رجالتنا ورجعوا جفاهم يجمر عيش رجالتكم؟ رجالتكم بلا بتحش ولا بتنش وانا زم بايه هاد؟ وبعدهالك يا نجيبي اتحش مني انا قول اللي انا عوزاه واللي مش عاش به هنه الباب يفوت جمل يا موري انت بتطردينه من بيت ابونا جلتلكم سبكم منيه مور خسيس لما يتحكم يفجر اخرص جطع لسانك لسه برضه شرك فاير بس مش علي يا بالتعلام عليك وعلي تشددلك يا حكمة وان ما عدلتش حالك المايل ده هاد طيب ما توريني كده يا بالتعلام ولا تحب اوريك يا انا واه جبت منين جذوة الجلب دي كلها يا نجيبي يا ما تحت السواهي دواهي الله يرحم لما كنت زي الجطة انت واهلك كلهم اخرص جطع لسانك التوهي واللي هسمع لاحس هقطعوا ربنا يريحني منيكم وبعدين يا حكمة هنعملويا في البلودي بزيادك دي كلنا طفح وما بدهاش عاد محكمة يا حسام المحكمة استعملت معاك الرأفة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حكمت المحكمة حضوريا على المتهم حسام نجيب الإلالي بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاس وأمرت بمصادرة المبلغ المضبوط خير يا باشا ايه الموضوع المهم اللي ساعتك عوزني فيه شوف يا محمد انت زي ابني وأنا فخور بيك وأنا واثق انه هيبقى لك مستقبل كبير قوي في الداخلية وسط الزمالك بس فيه موضوع مهم قوي لازم تعرفه ايه هو الموضوع يا باشا؟ انا مضطر افسخ الخطوبة اللي بينك وبرية ليه يا باشا؟ هو حصل مني حاجة لا سمح الله؟ بصراحة لا طب ادعي الفسخ الخطوبة انت عارف انا مركزي حساس قد ايه؟ بصفكي مسئولي يا اسمي وصماتي في الداخلية ودخول حسام اخوك السجن في قضية مقلب الشرف ده شيء يؤثر علي سلبا وسط زميلي ورؤسائي في العمل طبعا ده شيء انا ارفضه بتاتا شكلا وموضوعا انا فاهم وجدت نظر ساعتك بس انا وريهان بنحب بعض ومتعيلي حاجة زي كده مش هتفرق معاها لانها هتتجوزنا انا مش حسام بس تفرق معايا انا لاننا ابوها واكتر واحد يعرف مصلحتها طيب ممكن اتكلم معاها انا اسف انت لا هتكلمها ولا هتقابلها وارجوك تنساها خالص اذا كنت بتحبها او بتحب مصلحتها يعني ده قرار ساعتك النهائي للاسف اه وارجوك تقدر موقفي انا عايزك تعتبرني في مقام والدك اذا احتاجت اي حاجة من داخلية انا تحت امرك في اي ولدك مفهوم علي اذن ساعتك مع السلام يا محمد 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 لماذا اعمرتك في ذلكтя? طيب اعمل كده عشان مصلحتك يا حبيبتي طيب تخيالي كده لك طيب تک م Liu او لقد اتتتتتتتتوى وجاولها هو الناس حتي ان مفهوم وما كان حابا ايه ای رد وسجول فوق ابا يا ريهم بس ده م المنعلش رأيك من الاول يا حبيبتي الأول كان مجرد قضية لكن بالوقت خلاص خد حكمه بقى مزنب طب محمد زنبو إيه؟ زنبو إن أخوه بأعراض نسجود الجواز ده نسب هو ع رأيي المثل حاسب قبل ما تناسب محمد كده برضو يا محمد بتجيش تزور أخوك معنا؟ وانا زيارتك هتفيده بإيه؟ حرام عليك يا محمد ده حسن كان هيتجنن ويشوفك ما كفاء اللي حصل لي من تحت رأسه عشان ده تحول الأقوة إلا بالله إيه اللي باسمعه ده؟ عيب اللي إنت بتقوله ده ما يصحش كده ما يصحش ليه؟ مش حسام ده السبب فاسي خطبتي على ريهم كل شيء اسمه ونصيب يا ابني وما حدش عارف الخير فين وحسام زنبو إيه في اللي حصل لك؟ زنبو إن سمعت وزفت اخرس اوعى أسمعك تتكلم على أخوك بالطريقة دي اوعى أخوك ده أشرف راجل في الدنيا ما أنا عارف يا ماما ما أنا عارف إحنا بس لنا عارف كده الناس ما تعرفش حالك عليها ناسف حمز علانة منك أنا صعبان علي أنك تتكلم على أخوك الكبير بالشكل ده ما شفتوش أبو ريهم كان بيكلمني إزاي؟ ما شفتونيش وانا واقف في النص قدوم التام وش عارف أدفع عن نفسي طب وانا ليه ما عملت إزاي؟ وحملتوا نتيجة اللي حصل لي مع ساهر ومامته مهما حصل بتتكلمش عليكم كده اوعى تقول عليك كده اوعى محمد روح زوري يا محمد وشري الأفكار اللي في دماغك دي وحسن أخوناك كبير اللي ملناش غيره ولا نسيت؟ خذوه خذوه راشي خذوه اوعا خذوه 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 اه اوه حضريك مالك بس قاعد لوحدك على طول من ساعة ما جيت وتتكلمش مع حد خالص بتخرجش في وصحى ما بتاكلش تكلمنا والله احنا ناس احنا ناس كوا يصيروا المحترمين والله بتتكلم معانا ايه الكسلانس خف سجاج شوية اخي فبكل لقمة تقعد على طول كده ولا بتاكل وعمل تحرق في سجاج ساحتك يا اخي دي سمو دي سمو يا موبيل ايه شايفني اشوفك ازاي بعد بخط اللذارة اللي بشوف بيها طب يلا حالتها انت وهو قوم وقعده بعيد عايز اتكلم لوحدي مع حضرة الزابط انت مش فاكرني يا حضرة الزابط ولا ايه لعله اه طبعا هتفتكر مين ولا مين بس انا بقى فاكرة كويس قوي عارف ليه لانك كنت السبب في انك تعيكش في اول مرة في حياتي لما كنت بتخدم في الصعيد يا حضرة الزابط حسام الهلالي اسمك ما ننسوش ابدا الا بالحق انت وصلت الردبة ايه لما جابوك هنا لما عارفوا انك وزح ها قطع لسانك وراح لت ابوه يفطل بيته ها قطع لسانك بايشي 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 من همتك مانا بايش جور باكل منه وقت ما اجلي مزاجك الجديد الجديد ان مليش مزاج اسيبك تكله دعا ليه نفسي كون وصلت ايه رايب بقى يا حضرة الزابط ان انا هاكل الطبق ده طب يا رايب بقى الهلو انك مش هتاكلوك بس انت يا شاهندا دلوقتي حامل في السابة يا حبيبتي والشغل ده غلط على صحتك سبيها على الله يا ماما ان شاء الله مش هيحصل حاجة اهم حاجة دلوقتي ان انا اثبت نفسي كمحامية عشان اعرف اصرف على الطفل اللي جاي ده ماهنا خايفة عليك وعلب بطنك خلاص ما تتاميش نفسك يا ماما انت مش عارفاها تدمخناش فتول عمرها بكرا ان شاء الله بقى اكبر محامية في مصر وتسمعوا كده صوت شاهندا نجيب الهلالي وهو بيجلجل في المحاكل ربنا ينولك اللي ببالك يا رب يا شاهندا يا رب يا ماما يسمع من بقك ربنا انا هقوم اجيب حاجة كلها عشان ضغط من لفة على ما كاتب المحاميين طول النهار حد عايز حاجة؟ كيف هي اكل يا شاهندا خلصت اكل البيت وش لاقي حاجة كلها يا واد اه طب يا ماما انا عندي مأمورية برضه مش عاوزة حاجة لا استنى عاوزة تتكلم معك كلمتين انا عاوزة تتكلم مع اختك بخصوصة اللي لازم تبلغ انها حامل وانها على وش ولادة والله يا ماما حاولت معايا كذا مرة انا صعبان عليها قوي الطفل اللي جاي واللي صعبان عليها اكتر ساحر خلاص انت لازم تقول له انها حامل يا ابني عشان نخلص زمتنا من الله صح لا يا ماما مش هتقولوله حاجة عشان لو اقولتوله انا هسيب له كل بيت زي ما قلت ومش هتشوفه وشه ولا هتعرفه لي مكان يا بنتي حرام علي تتخبي على جوزك انك حامل وتحرمي ابنك من ابوه وهو مش حرام علي لما راح طلقني في المحكمة ورماني زي الكلبة ومفكرش يسأل علي ولو حتى بتليفون يا شان ده ما يمكن الطفل ده هو اللي قرب ما بينكه ويصف الأموم كلمك ده كان ممكن لو لسه ليه امل فيه انما خلاص يا محمد هو بعني وانا مش هشتري حد بعني فاهم يا محمد مش هشتري حد بعني طيب بس انا عايزة افهم انتي ايه اللي معصابك دلوقتي ايه يا حبيبتي فيني مالا ماما انا تعبني قوي يا ماما مالكي شهندة مالا انت بتقول ايه يا محمد ازي ما بقولك كان وشهندة كانت حامل وبدولك دلوقتي في المستشفى وظن من حقك تعرف انها هيبقى لك ابن وازاي بقى في طفل بطناء مني ومحدش يقول لي يا محمد وكمان بتسيبوني اطلاقها تنسيت انت عملتي فيها ايه وهايه كانت في حلقة الشهر كانت مصممة ما تقولكش يعني ايه غبت ثلاثة جهور عشان تفوت عليها فرصة تردها لعسمتي وخلق فتشان عربنا أخوك يقتل بنتي بعيزة شبابها واختر تحرمني من حفيدي انتوا ايه؟ مالسلاطين عليها؟ ليه بتحرموني من كل حد ماحبه؟ ليه؟ ليه مفتريين؟ ليه يا ظلمة منكم لله؟ أنا عملت العلاية وجيت والتقلم عايزت روح تشوفها تفضل مش عاوز انت أحورها كده برضه محمد أهون عليك ما تسألش فايا المودة دي كلها ما عليك شخصي الواحد كان ظروفهم لأخبطها شوي بصبنا عد ظروفهم لأخبطها ازاي يعني خير؟ أمك ويسا؟ لا أمي تمام الحمد لله بس انت عارب بعد أخطاء عالي والسكر بيلعبها من الساعة اللي حصل لك واضح اني مفيش أمل كتب عليها اتعاقد على جريمة أنا أصلاً ما عملتهاش ربنا كبير على فكرة شهنده خلفت وجابت حسين الله أمو صلى عنها جريمة عليك صوته السلام طب مش تقول لي يا أخي هو في خبر يفرح هو فرحني ما انت عارف أنا بتنشع على حاجة حابة واسمعها أنا محمد طب مني رجعت لسيار جوزه لا لا مصممة ما ترجعلوش وعايزة ربي الواد لوحدة ما تعقلها يا ابني ورجعولها ربنا هي هديئة يا كمان تعاملين انت وريان أنا وريان سبت نوعها سبتوا بعض قال لا فسخ الخطوب طبعا أنا السبب لا يا حسين انت ملكش زمن لا ليش زمن لا أنا مليش غير زمن واضح ان بيتوا بقى على كل اللي حوالي محمد ورحمة قبول انت مسدق وعارف ان انا معملتش حاجة ايه؟ واضح كده حسين ان احنا كلنا بندفعتها مدلطة محدش فينا أخذت س Lyun السلام عليكم محمد بيد طيب رو نسلي فين استقال يا باش يبدأ ليه سنة و الزيرة ما عادش ليجي هنا تاني استقال يا اه يا باش استقال ايه خربنا طاهر في شغله في مصر وما بيجيش إلا في الأجزاء ما أنا روح تلقى مصر قالوا لي مش هناك تلاقيه في مهمة سرية أصلي طاهر بها أخويا دي مسؤول كبير جاو جاو في الدخليج لا والله إيه وعمال ده الدخلية كلاتها بتعمل له ألف إحسان لا والله وما يقدروا يستغنوا عنه ده لو غاب عنهم منهم واحد يلوسوا وبعدين يا باشي أنا يتحت أمر سيادتك يعني لو عايز منه أي حاج أنا ممكن اتوسط لك عنه لما يجي دي له الكارت ده خليه كلني ضروري السلام عليكم عليكم السلام محمد نجيب الهلالي ضابط شرطي يا سنسوخي أنا شكلي عكيت في الكلام وخبطتي في الحلال وصلتني أخبارية بتؤكد إن في شحنة أسلاحة جديدة اتهربت من الخارج وجاري توزيعها داخل البلاد والمطلوب منكم سرعة التحرك ضبط الهناه مصادرة الشحنة أنا اجتمعت بيكو دلوقتي عشان أعرض خطتي وبالتالي كل واحد فيكم حيعرف مهمتهم محمد نجيب الهلالي دي الأخو حسن به ما عرفش هو ساب لنا علوانه وجال إنك لازم أن تكلمه عشان عايزك يا طرى دي عايز إيه؟ ما عرفش وأني بسألك أنت يا بهمة طب ما تكلمه يمكن تعرف هكلمه؟ أني خبر بفلوس بعد المكالمة يبقى بلاها قري يا ولي قري من قدامي عشان أعرف أكلم الراجل محمد بيه؟ انا طهر المسته ايه واني قلت كده والله طب مني يا باشي حسان به اخباره ايه ربنا يفك زجنه انا تحت امرك انا كده كده نازل مصر الصبح طب خلاص نتقابل هناك الساعة ستة السلام يا باشي يا طرى عايز ايه دي عايز اقبود على دياب دياب واني مالي ومال انا من ساعة اللي حصل لحسان به واني ماليش اي دقوة بالشغلانة دي سبته يعني ايه طه يعني خلاص يا سعادت الباشي انا دلوقتي بشتغل شغلانة تاني عايز اقبود على دياب طب يا باشي يعني اديني شوية وقت وانا هعيز واي حاجة هعرفها حاجة اقولها انا هتجاب لي المعلومات امت قولي يا ربي يا سعادت الباشي اي معلومة تعرفها تيجي تقولي على طول يا طه اوامرك يا باشي باقولك ايه فاكس فك من الكقابة اللي انت فيها دي بهدت علينا الله احنا كنا فرفوشي نعنوشي بوقي واقع مني مش عارف هتحك تاني فيها جنرال بقى نتحذب ونرسلك فكها دي او هتعدى رجالة تحملوش همي ناموا انتوا رأيها بس نفيش حاجة اسمها نمو احنا شافيناك كده ننام ازاي يعني باقولك ايه هفكك يعني هفكك هفكك من ايه باقولك ايه اللي زعلك يزعلنا واللي فرحك يفرحنا ولعلو خير ان شاء الله عندك حق لعلو الله يا رب العلو يا ربي يجي الخير رب انا ما حرميش منك رجال صحيح الناس معادي ما تعرفهش اللي ما تعشرها على رأي المسل تعرف فلانا ايه وعرفه عشرته لما عشرتهش تبقى ايه ما تعرفوش وانا عرفتوكو وحققوكو علي لوحد زعل مني فعاد فك يا فكس حاضري يا ريال يلا رجالت أصبحوا على خير رياحهم يا عاد يا اديان اتنا عمك ياخي لو كان اولي للقاشك تبرد نصص مسدس اخراسك مدروا بجيه الوقت لابعتك التوفول لاخر عشان تسلموا على أمه وغيتها بالكمال متوندش نفسك ايبدا ياديان انا اجتبول لدي رايح افتاهي وما تنسوشي انه واحد عظل بالاعدام انتي هدر اراكم انتي هدر اروح اكاديام حد كدير مقفى يا جوية اخرتك هتبال ليلة وانا يدري يا جلية امام قلاش اكتل ابوك واخوك كدام حينيك قبل ما تعمل كدير اكون تضحك بالنهار وفرتك دمر اخادي ونسلم جدتك الحكومة واعكرموني كمان المسلاحة كاديام وخليلي اللي تفاهموا بالعدام هدار هدار يا عمي وانتو دعم سنتكتوني اللي عبوس المنى واخوك هاجل يا وقت اخوي دلوك دلوك افتك هتجي وقت اخوك اكترابة حاجة مش شغل حاجة ثانية اوض نبصوك وانتو اول من شرع العرف ده انت وضوك واخوك فاكر ولا نزيتو كنتو بتعملونا كيف اقتلو امرنا اقتلو امرنا بنعملكم ولا تعمل انتو مو كنتوش يتعملونا من اسلو احنا نحصلناش عنيك وانفار حده اسمعي يا دياب لو قتلت واحد منينا مش هترحب تكتل التاني الباجع يخلصوا عليك خلينا نتفجوا مع بعض اتفاق جديد وقدمك شغل كده يا ولد اخوي انتك ده اللي خسران ولو نزلت السلاح يمكن تكسب بزلت امام مسدسك وانت امامك وانت امامك ابدأي عين العقل عشانك ده انا مش حكت لك يكون فايل مكما المنصور لما دي خلاص راح ودفن مع ابوك واخوك ومن النهار دا اكون فيه الزمن جديد لو عاوز تشتغل معانا هتديك اجرة نفر كيف؟ كيف ولا اللي بيتش بالبطاع مش وقف عليك في غيرك كتير يتمنوا يوردوا النبضاع ولا الحوجة ليك وانت مش مجدر ضعفك ولا ايه؟ ولا عامل حساب لوضعنا الجديد اللي خلانا اجوا منك؟ هتعيش يا واد منصور هنسيبك تعيش بس سوعة تخرج عضونا لو حسنا انك بتلعب بديلك ده ولا جديد هنبلغوا عنك الحكومة فاهم؟ حاضر يا عمي حاضر يا عيال عمي حاضر يا عيال عمي اول مرتبوا للعملية هبلغكم اشوف وشك بخير يا باشا كفارة لعلو ولو انك هتوحشنا صح انت هتوحشني يا باشا وربنا نفك سجنك ورايب ان شاء الله قادر يا كريمي لو تشتغلي لما تخرج اي شغلانة ازمهاني ربنا ان شاء الله اكون بارس في السينة للمهم ان انا خرجت من هنا وعايزك يا باشا تسمحني على اي دقة ناصع مرتبعك نسامحك يا عمي والله والله العظيم نسامحك من قلبي السلام يا زميدي السلام يا بو السلام يا عميب هعصلك هتوحشني يا العمي بس بإذن الله خير ان شاء الله لعله لو ما من انت حبساجي كنت اتمنى تبقى أخويا هتوحشني كلنا في الهوس هو لسه ما ماتش كيف يعني انت ما كانتش حد يخلصنا منيه وافس جلوه وحياتك مرتين مرة فلت منيها والتانية السلاح بدل ما يجي في قلبه صاب جنبه والحل دلوقت ادخل عليها يفسد جنوب اتمنى حنجربه مرة ثالتة والتالتة تعبته اقتلوا يا بلغم اقتلوا انا قابلت طه وقعد نواح يبلغني ايه معلومة يعرف عن ديك ابو سيدك يا محمد انا مش ارتاح ولا ايدالي بالي لما اشوف ديك بدا متعلق في حد الماشناء اتمنى عليك انت اعمل ايه زي ما انت شايف على حرطة ايدك اهو استني الايام تعد اخلص انا سلتلك فلوس في الابنات عشان عز تعمل اي حاجة بيها قسمه اتعد يا حسين اهو انت كده يا باشي اعرفت مكان وزمان العملية ومسماء اصغير ان انت تقبضوا عليهم متلبسين ولادي الابلسة دول وتريحونا من شرهم متأكد من المعلومات دي يا طاهر الا متأكد يا باشي ده اني طاهر المستهي اللي عمره وقال معلومة وتلعب غلط حتسأل حسين بيه ربنا يفك دقته تعرف انك جدع يا طاهر ايش معنا يا باشي يعني عشان عارفت تجيب معلومات مهمة زي دي في وقت قصير ان اي ده يا باشي هم مش بيقولوا الشرطة والشعب في خدمة الوطن طبعا اغاني بقي في خدمة الشرطة والشعب والوطن في نفس ذات الوقت يعني ثلاثة في واحد يا باشي اني مواطن صالح وعندي استعداد اودي نفسي في دهي عشان خاطر مصر ومصر مش هتسيبك يا طاهر ليه يا باشي اواني عملتلها حاجة سلام يا طولار قبلك من نفسك يا يومونبيس وينيس يومونبيس شبه قرائب دعمنا حبيبي وينيس يوموني أنا قريت الملف وخطتك عجبتني جدا يا محمد ده مجهود عظيم ولو معلوماتك كلها صح وقابضنا عليهم حيبقى انتصار للدخلية إن شاء الله يا فن بس أنا كان لدي طلب عن تساعدك فضل أنا كان يفسي حيك تديني الشرف أن أنا أجهود العملية دي وخصوصا أن أنا اللي وضع الخطة وعرف مفتاح الكواريس شوف يا محمد رغم أن ردبتك صغيرة أو عدك لو إدارة العملية توافعت على الخطة أنا أحديك الففزة دي أنا متشاكل كده أنا فن ده جميل عمري ما هنسال ساعد انت بتفكرني بحسام كان دماغ فرزم الخطة وتنفيذها وعلى فكرة الخطة دي فيها من روح عن هذه الساعدة فضل زي ما بقولك كده قاعد في المحل الأبية ولا عليا ولا إيلك المحضر داخل عليا شافت بطنهم عدي بيقولي ستة إيمان هانم رفع عليك قضية إنها بتطلب بمراس جوزها ولا ازعى عن نفسك يا حبيبي سيبها تخبط رسها في الحين وتبقى تابيني لو طالت مليم واحد إزاي بس عفيفة ده الورقة مكتوب فيها أنها بتطالب المراس عن طريق حاجة اسمها الوصية الواجبة بسيطة خالص روح للمحامة وشوفها يقولك إيه وأكيد هيلاقي لك ألف مخرق وبعدين يا حبيبي ما انت عارف المحاميين ليهم سكاكو أنا الآن قاوة عفيفة شكلها كده المراضي مستموت على حقها هي وبنتها انت هتشيل الهم ليه قبل قواني حط ببطنك بطيخة صيفي المحاكم حبالها طويل والنوعية اللي زي إيمان دي نفسها قصية أخرتها هتزهق ومش هتقدر تكمل وإن أوحيت هتددها بإصال الأمان ماشي يا مرات أخويا وديني وما أعبد للففك على المحاكم ودواكك الزبع دخات وأعرفك إن الله حق وهتشوف مونير حيعمل معك إيه دلوقتي أنا شرحت لكم الخطة اللي وضعتها مع سيطة اللي ورافعة الخول عايز أفكركم تاني إنه دي أبحبة في العملية يعني لازم نهبض عليه متلبس هو ورجالته هلو أنا ريامي محمد زحيكة فن تكلمتك كذا مرة من موبالي ليه ما بتردش علي أوه ما خدتش بالي معلش محمد والله أنا مالي زنب في موضوع فسخ الخطوبة بابي هو اللي خد القرار ده لوحده طب ممكن تكلم في الموضوع ده بعدينا مش هنعنديك دماء طيب يا محمد أوكي باي حد عندي أسئلة مرات أخوك على حق يا مونير يعني ايه الكلام ده بقى سوز لطفي يعني من حقها تاخد نصيب جزه المتوفي من ورث أبوك بما لا يزيد على التلد بمقتضى الوصية الوجبة اه وصية واجبة والوصية الوجبة دي دي طلع ايه بقى دي ان شاء الله الوصية دي للأحفاد اللي أبوهم بيموت وجدوهم عايش ولما بيموت الجد بيبقى ليهم حق برضو في المراس يا دي سوخ طيب يعني مفيش أي مخرج تاني يا سلطفي مخرج ايه مقفولة بالضبّة والمفتاح يا دي نيلا يا دي القرف اللي اللي واحد عايش فيه جرى ياسي مونير انت أخوها مش لو تدفع الإجار المتأخر عليك ولا ايه يا دي الصباح الأسود اللي احنا بنقوله استباحنا استباح الملك لله اقمرني أصلي ايتك كده يا أخوها مطنش على الإجار من ساعة الحج عز الدين الله يرحمه ما مات قلت اجيلك بنفسي أمورنا يا حبيبي أنا تحت أمرك الأمر لله بس أنا سمعت إنك ناوي تغير نشاط المحل وتقلبه كافية الكلام ده مظبوط يا مونير مالكش فيه ده محلي وأنا حر فيه لا يا حبيبي مش حر وما تقدرش تعمل كده قبل ما تاخد موافقة كتابية مني عارف لي يا مونير لأن أنا المالك يا أخويا ولازم نغير العقد كمان بقيمة إيجارية أعلى من الأول حيلك حيلك ايه كل ده؟ اه هو كده طيب خلاص يا سيدي ما تزعلش نفسك ايه رأيك بقى أنا حقلبه قهوة واعمل اللي انت عاوزه وأعلى ما في خيلك ركبه كده يا مونير ايوة كده يا حبيبي طيب يا حبيبي ما تبقاش تزعل مني بقى لما أرفع عليك قضية وكرشك من المحل سلام سلام مكرشك من المحل واستاذ لطفي بما أنك أنت راجل محنك في القانون وفاهمت الحاجات الوجبة اللي مش الوجبة دي الراجل اللي كان وعف هنا ده كلام مصبوط؟ كلامه كله على حق ما رأي يا لطفي؟ لطفي كده؟ محاف من غير أستاذ؟ ما انت خلق تاني؟ انت معايا ولا معايا؟ أنا محامي وبتكلم بالقانون يا راجل بلا القانون بلا زبت؟ قوم قوم توقل على الله قوم روح مكتبك يا الله شو تبطك وعد وامش من هنا يا الله انت مفيش قدامك غير انك تماين معاهم بدل ما تتهور وتتعور اه يعني انت شايف كده؟ انا شايف كده؟ بدل ما تخسر اخسر ايه؟ من تدخلتك عليا خسرتني الجلد والسقط قلتلك بقى اقوش في الضطنك وعدوش من هنا بقى قوم بقى انا تعبان منك قوم حاف من غير غموس؟ غموس على ايه يا حبيبي؟ على الاستشارات القانونية اللي انا لسه مدهلك دلوقت استشارات قانونية سودة منايلة بستين زفتة على ادماجها لو انت قوم قم من هنا يا الله قوم انا مش فاطي والعلمك التوابل دي مش هتخدها ولا البعرات اتبقى على الله يا الله انا غلطان اللي جيت لك اتفضل شبه ربطة التوم اللي متعلق في البلكونة جبتلك كل الورق اللي ناقص والورق اللي يثبت حق معتزف مراسماته تمام كده كل الورق استوفى وموقفنا القانوني بقى مفهوش ولا صغرة اهلا بوا سهل اهلا اهلا ماما مادام ايمان عميلة عندنا في المكتب اهلا يا حبيبتي اهلا بوا سهل اهلا بوا سهل اتفضل اتفضل انا اسفة جاي من غير معايدة لا ابد شرفتي اتفضل مش ده المقدم حسام الهلالي؟ اه ده حسام اخيك كبير انت تعرفين؟ ده كان زمين معتز جوزي الله يرحمه معتز؟ ايه يا طنطل ايه ده؟ انت مرات معتز الزابط صاحب حسام اخيك؟ ايوة شفتي بقى انا قلتلك ان انا شفتك قبل كده احنا جينا فرحك ايوة صغر يا سبحان الله الدنيا دي ضيئة قوي طب مينيني عليك يا حبيبتي انت عاملة ايه؟ وبنتك عاملة ايه؟ انت مش برضه عندك بنت؟ ايه يا طنطل اسمها ايه يا ايمان؟ اسمها ملك ملك وماشر الله اسم جميل خالص ربنا يخليها ليك ربنا يخليك يا طنطل طب وحسام عاملة دلوقتي يعني الحمد لله راضي بقضاء ربنا الحمد لله انا لسه مش فهمت زي ده حصله وعزا ان تكره شيئا هو خيرا لك حسام تظلم يا ايمان وكان ضحية للغدر بس هو لسه عايش وان شاء الله هيخرج من محنته اقوى من الاول عشان هو على حقه ان شاء الله اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر